موضوع الحقيقة غريب جدا وهنا لازم كل الموضوع الغريبة يعني ايه نحكيها او نهديها الموضوع المراضي لا هقول لحضراتكم باستفسرت ولا سألت ولا مصدر ولا اي حاجة انا طول عمري متربي انا واسرتي في نادي الصيد في مجتمع الرماية ومجتمع الرماية هو مجتمع مغلق جدا ومجتمع صغير دياء وكل الناس فيه اخوات وكل الناس فيه صحاب وقصة مجتمع مختلف شوية كان هناك انتخابات الاتحاد الرماية انتخابات الاتحاد الرماية دي كان فيها اللواء حازم حسني هو راجل بقى له 12 سنة وكان راجل رامي رصاص وكان راجل في المنتخب وبقى له 3 دورات رئيس الاتحاد الرماية واحد من الشخصيات المحترمة جدا وانتراشح قدامه مصطفى حمدي وهو رامي كبير جدا خمس اولمبياد راجل عنده تاريخ كبير جدا وكانت من اعظم المعارك الانتخابية الشريفة كل واحد اجتهت بشكل كبير هما 19 صوت كانت معركة شرسة جدا جدا قال له حازم جاب 10 صوت مصطفى حمدي جاب 9 صوت وانتقلت الانتخابات وسلموا على بعض وهارد لك والف مبروك والعلاقة تمام فيش اي حاجة خالص لان الاتنين سفروا مع بعض كتير ومجتمع واحد ومنتخبات كتيرة جدا جدا مع بعض كان موجود مع مصطفى حمدي الكابتن حسن حمدي لانه هو عمه فكان الكابتن حسن حمدي موجود الصبح في الانتخابات كان حاضر مع ابن اخو وكابتن حسن حمدي من مجتمع الرماية هو رامي سابق هو وابنه تايمور والعيلة كلها طول عمره ثم فجينا النهاردة بخبر ان اثناء الانتخابات حصل يعني تجاوز مع الكابتن حسن حمدي وخروجه بره القاعة وكان خلاف وشد وجذب وكده وسمعت اسم الكابتن ياسر إدريس وسمعت اسم اشخاص اخرى لهم كل الاحترام ان دول طرف ياسر إدريس في ياسر إدريس كان مع حزم حسني في الانتخابات فبعت واحد الصبح علشان يخرج الكابتن حسن علشان هو مع حزم حسني علشان منين بيروح فين استعكام انا بصراحة مستغرب انا مش بشرح حضراتكم حاجة انا سألت عنها انا بشرح حضراتكم حاجة انا شاهد عام فيها لم يحدث من قريب ولا من بعيد اي سطر ولا اي جملة من المواضيع دي خالص خالص واستقبال الكابتن حسن حمدي من المسؤولين هناك في اتحاد الرماية كان بمنتهى الود والاحترام مش بس الكابتن حسن حمدي وناس كتيرة لانهما في الاخر اسرة واحدة فيهم حزم حسني وفيهم مصطفى حمدي وفيهم ناس كلهم متربين وعايشين مع بعض ولم يحدث اي تجاوز وياسر ادريس اسمه ادخل في الموضوع وليس له علاقة باي حاجة لا ياسر ادريس ولا غير ياسر ادريس كان لهم تدخلات في انتخابات اتحاد الرماية انا بحس ان احيانا بتسريم الاساملة الناس عندها انتخابات فممكن ده يسبب لها ازمة او مشكلة ولكن الحق حق انا لما عايش ياسر ادريس ولا ضده في النهاية ياسر ادريس عنده انتخابات قدام الاستاذ رقوف نور وبالتوفيق للاتنين وما فيش حاجة بس الحق اللي حصل الراجل ده لا تدخل في انتخابات ولا لعلقة بموضوع ولا اي حق خالص واي واحد من الناس دي حق ربنا حاسم حسني ياسر ادريس اي حد في وجود الكابتن حسن حمدي في وجود كابتن خطيف في وجود اي كابتن كبير بيقوموا يوقفوا ويتعاملوا بمنتهى الاحترام فالكسة المتدولة النهاردة على السوشيال ميديا ملهش اي وجود لا من قريب ولا من بعيد ولا حصلت والاستقبال كان جيد جدا لكابتن حسن في الاخر هو رايح مع ابن اخوه كنوع من الدعم انتهت الانتخابات لم يوفق على صوت سلموا على بعض وتربطهم علاقة قوية ارد لك لمصطفى حمدي بالتوفيق لا الاستاذ حزم حسني او لا حزم حسني وان شاء الله باذن الله ومالف مبروك لكل الناس اللي نجحك كلهم حبيبنا واخواتنا والعلاقة كانت قوية جدا ومن انضف واشرس الانتخابات اللي حصلت امام نظري هي انتخابات اتحاد الرماية ده رد بس على الموضوع النهاردة اللي كان موجود على السوشيال ميديا